السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا الشاركه في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد لاجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة والتعاليق زوين اللي كتخلوا لي فحقي هنا هيا غدي ندر معاكم واحد الفقاس اللي تيجيها كبريستيج كيجي رائع وكيعطينا واحد الكمية وافيرة وكيجي لديد وغدي نعطيكم اسرار باش كنوجدو هاد الفقاس يعني كندروه في واحد الوقت واجيز وكندروه كيعطيو حد الكمية اللي كتير بحال هكا كندروه لوليداتنا بسم الله على بركتي الله هنا هيا عندي ثمانيات الحبات ديال البيض غدي نستعمل سبعة وكنحترفض بوحدة وعند هيا كاس انس ديال السكر صانيدا بكاس كاس عنبا الاخر Heat ساوييةanya 150 ميلي ليلاتر وعند هيا كاس انس جنجلان اللي نحمره جدا وعند هيا كاس انس اللوز كس انس اصحEr نحF وعند هيا ذيال смогد النافع. عندي كاس اونس ديال الزيت نباتي. وعندي هنا كاس الاربع ديال الحليب. ونكمله هنا. الكاس كما نكمله هنا بالمظهر او كندير ثلاثة المعالق. عندي واحد جوج معالق ديال الزبدة اللي دوبه بتبحها لهكا. وهنايا كنديره دقيق حسب الخالق. وكندير في هاكا جوج قمارة من حجم 16 جرام. صافي كندير البيض هو اللوول. كنت اكدم البيض بانه راه جديد. ولما كانش عندنا كان عندنا كثير بحال هاكا كندير سقار كندير واحد لقبصة ديال ملح. وكندير كل شي في مرة. ثم غدي تشوفوا معايا. كندير جنجلان وحبة حلاوة. والنافع. صافي كنخلط بحال هاكا. كنخلط الكيمية مزيان. وكنخلط مزيان. كنزيد اللوز. اللوز كنكون مسوح مزيان. كنزيد كاس الى ربع ديال الحليب. كندير هنا ثلاثة المعالق ديال المزهر. هاد المزهر را كيعطي واحد من نكهة. ولكن عندنا غير بالعامري هاد را كيكون الروح ديال الظهر يعني كيطيلة. لكن عندنا بالعامري او الظهر اللي كيكون كنيرون سكاس. هنر را درك لخمارت جوج خمارت ديال حلوة. ودرت كيلو ديال تقيق وغادي نقول لكم شحل غادي هزن عايا. اللي كيكون مغربل منخول مزيان. كنخلو معاه جوج خمارات. صافي كنستمر لي بحالكة حتى كنجمع. هنا را ما تجمع ليا. زيت هنا واحد الميتين وخمسين قرام. يعني كيلو. قدي نقول لكم شحل الزمعايا بعد مما كنجمع. هنا بعد مما جمعت هنا يا را خضامني آآ كيلو ومية وخمسين قرام يعني يا شاطق ليا هكا مية مية قرام ديال بقيق. صافي وكنجمع بحال هكا. كنجمعو كندلكو واحد الكه خفيفة باش كتتخلط هكا العناصر هاد القوام كلها كتتخلط لنا بزيان. وهنا غادي نقسمو من النص. كنحط هانتو ما شفتوا القوام ديالو ما كيكونش قاسح وما يكونش هكا مرخوف. إلا كان مرخوف را هكا يسيل في اللاطة. إلا كان قاسح را هكا يجي من الدخل الناشف يعني كنديرو القياس بحال هكا. ثم شفتوا معايا. صافي كندير هاد النص. كندير فيه ثلاثة الحرابل. بغينا هكا الفقاس كي يجي غليض ويجي كبير. كنديرو هكا سبعات الحرابل بحال هكا. بغينا هيجي آآ استطل الحرابل عفوا. بغينا هيجي رقيق. كنديرو سبعة الحرابل. انا هنقدر تستدي الحرابل اللي كنجمعك من الجواديب وكنسرحه. كنقاد. كندخل بحالك ذاك اللوز اللي كيباليها كخرج كنعود نضغط عليه بيدي. انا كنديرو هنايا باش نقاده. نحطه في اللاطة اللي ينفرش في هكا الورق دي الزبدة. انا بغيته بحالك يجي كبير. صافي بعد مما سرحته في اللاطة. كنديرو احد البيضاء. وكندير عليها واحد الكيس ديال الكاكا والمر. او كنديرو الزبدة اللي بغينا. هذا كي عطي بحالك اللون كي يجي هكا اللون ديال الوزوين. وكندهن. السخونية ديال الفران غدي نعطيكم السر ديال الفران. ما تسخنوش الفران بزاف البنات. يعني. كندخلوه كندشعلو عليه على عافية مهيلة. ما نجهدوش عليه الفران. وتكون العافية. كتكون هي الفوق. كيكون هكا الفقص الفوق. والعافية مل تحت دياله. ما تديروش عليه العافية من الفوق. باش ما يتشقق. ما يخسر. صفي هنا عندي هاد المشت. او كنديرو احد الشوكة او فورشيت. انا عندي هاد المشت هكا ديال حلوة. كنكون هاكا خازناه مع لوازم الحلويات. وكندير به بحالكة الخطوط. اني كنبغيها كندير الفقص. كنقده بحالكة. و هكا الفقص راحك يبغي. الفران يكون مهيل. و كنشعل عليه. هكا واحد ساعة ديال المقانة. ما نحلوش عليه. صافي كنديرو احد للبرا. او شوكة. و كننطقبو هكا باش بيتفرقعش. هانا كندقبو مزيان. انا قدرت هنا برا قيقة. باش ما هادوك التقيبات باش باش بينين بحالكة فقص. و الفران راح هو السر باش ما كيتفرقعش ليكم هاكا الاسميتو و ما كيسيلش. كيفما قدت ليكم العافية كل تحت. اشتركوا في القناة اشترك برد برد نشغل المالك نضغطي برد هناك سخان ثم نعطي المشط ونقوم برد ونضغطي المالك اشترك برد هذا المعروف سوف نتقل على المنديل ونجعله حتى يبرد تماماً حتى لا تبقى فيه لدفا لوال وصفيرا ونجعل العرق دياله يعني كيخليه هكا رطب هنا سوف نجبده سوف نقطعه ونرى معاييره لا يوجد القصر تماماً يعني رغم ما يتهرس مواله وانتو ما شاهدتم معاييره نقطعه وكيفما قلت لكم انا رهنا يضاعف الكميه اعطتني واحد الاثناش هكا ديالليبوده وكننوجده بحال هكا كنخليها كالضيوفي او وعندي غير نعطيك موحد السري لابغيته بحال هكا تخليه بحال هكا اقليبوده بحال هكا طيبين كتديروهم في المجمد لوقت اللي بغيتوه كتجبدوه بواحد ساعتين سوف تقطعوه كتديروه في اللاطة انا غدي نقطعوه كامل بحال هكا كنقدرون وجدوه لأوقات ضيقة انا راه كيبقى في المجمد كيبقى عندكم حتى شهر ما كيطرلوه والو صافي كنستوقف اللاطة وكندخلوه كيتحمر كنمهل كنمهل علي العافية بعدما وجدنا الفقص ديالنا هنتو ما شفتو كيفاش كيجي كيجي هكا محمر كيجي هكا من فقوه من تحت مني كنكونوا نطيبوا فيه بحال هكا كنحاولوا باش يلبنتلينا شي فقصة هكا بطيباش كنرجعوها اللاطة وكنقول لكم الصحة والراحة والسلام عليكم